اجرى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي اتصالا هاتفيا بنائب رئيس المجلس طارق صالح للاطمئنان على سلامته عقب تعرضه لحادث مروري في طريق عودته الى مدينة المخى من زيارة ميدانية تفقدية لمدينة الخوخة في محافظة الحديدة وخلال الاتصال هنأ العالمي اخاه نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي بسلامته متمنيا له دوام الصحة والعافية والتوفيق في مهامه الوطنية ضمن جهود استعادة مؤسسات الدولة واسقاط انقلاب الميليشيا الحوثية العميلة للنظام الايراني تلقى نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رئيس المكتب السياسي للمقاومة الوطنية طارق صالح اتصالا هاتفيا من نائب رئيس مجلس القيادة رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي الذي اتمنى على صحته عقب الحادث المروري الذي تعرض له الزبيدي هنأ طارق صالح بسلامته ومرافقيه متمنيا له موفور الصحة والعافية ودوام التوفيق في مهامه الوطنية هنأ رئيس مجلس الشورى احمد عبيد بن داغر نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح على سلامته بعد الحادث المروري الذي تعرض له بن داغر قال على حسابه في منصة اكس يخاطب طارق صالح لا زال لديكم دور وطني كبير ينتظركم وستؤدونه ان شاء الله بجدارة واقتدار لان ذلك خياركم وخيار كل المحبين لليمن الحر واضف قائلا نتابع جهودكم ونضالاتكم الوطنية في مواجهة ميليشيا الحوثي في الساحل الغربي متمنيا التوفيق له ولرفاقه في المقاومة ولليمن الجمهوري النصر والاستقرار